إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى بيته وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وقال جل من قائل واتقوا الله ويعلمكم الله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أتفيأ وإياكم في هذه الخطبة ظلال حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يرويه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واسعن بالله ولا تعجز فأتفيأ وإياكم بعض كلمات هذا الحديث حيث صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي هو الذي يكون عنده العزيمة في أمور الآخرة والقريحة طالبة لمرضات الله جل وعلا يقدم الآخرة على الدنيا الفانية يقدم ما عند الله يقدم ما هو خير وأبقى على هذه الدنيا فيكون عنده قوة في العلم وقوة في المال وقوة وصبر على طاعة الله جل وعلا والقوة مطلوبة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال جل من قائل وأعد لهم ما استطعتم من قوة وتروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ثم سمع النداء تقول رضي الله عنها وثبأ أي أنه لم يقم إلى الصلاة متكاسلا أو متباطئا إنما قام نشيطا مسرعا صلى الله عليه وسلم فالشريعة تحث على القوة وعلى الإنسان أن يكون نشيطا قويا في كل ما يستطيع قويا في طلبه للعلم قويا في بنائه قويا في إنجازه متقنا للعمل الذي يقوم به ويصرعه إذ تكلم العلماء عن معنى القوة في هذا الحديث فبعضهم أخذ القوة في الجهاد والقوة في إعداد السلاح والقوة البدنية ثم قالوا وهذه لا تمدح ولا يثاب عليها إلا إذا كانت في طلب الآخرة بل ربما يكون الإنسان ضعيف الجسد قليل العلم ولكن عنده من الجلد والصبر والقوة وعزيمة النفس والاستعداد لأمور الآخرة ما لا يكون مع كثير العلم طويل الجسد عريض البنيان وكثير ربما المال ولكنه لا ينشط ولا يفعل فالباعث أو الذي يؤجر عليه الإنسان أولا هو ما يكون في النفس من رغبة وإقبال وحرص على طاعة الله جل وعلا وهكذا النفوس إذا كانت كبار تعبت في مرادها الأجساد يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها ينفع الأثنين المؤمن الغني والمؤمن الفقير المؤمن صاحب الهمة العالية والمؤمن الذي يرضى بالدنوب يرضى بالقليل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك فينبغي للمؤمن أن لا تضيع أوقاته ولا تضيع أمواله ولا يضيع شبابه ولا تضيع صحته فيما لا ينفعه والنفع هو ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته يريد الإسلام من المؤمن أن يكون عنصراً إيجابيلاً أن يكون شخص يبني في المجتمع أن يكون شخص له أثر طيب يتركه في هذه الدنيا إما في أمور تنفع دنياه أو أمور تنفع آخرته وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون ولا يرضون من الإنسان أن يكون بطالاً لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة فينبغي للمؤمن أن يحرص على الأوقات ويحرص على أماله ويحرص خصوصاً على شبابه وصحته فإن هذه أمور لا تبقى ولا تدوم بل هي سبحان الله سرعان ما تزول سرعان ما يذهب الشباب وسرعان ما يذهب المال وسرعان ما تذهب الصحة وسرعان ما تضيع أو تفتر الهمة فينبغي للإنسان أن ينشط إذا وجد في نفسه نشاط وأن يسارع للعمل أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الصغف الله الذي لا إله لا هو الحقي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده معاشر المسلمين فإن من أكثر الأمور التي تلهي الإنسان وتشغله عن الإنجاز وتشغله عن الحرص على ما ينفعه أنه ينشغل بأمور لا تعنيه فربما قضى على الجوال الساعات الطوال في أمور لا تنفع لا في دنيا ولا في آخرة إنما هي مضيعة للأوقات أو أن ينشغل بما لا يعنيه بما ليس له علاقة به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا الحديث يدل على لأن المؤمن ينبغي عليه أن يترك ما لا علاقة له به ما لا يحتاجه ما لا دخل له فيه أن يترك الإنسان فضول النظر وفضول السماء وفضول المشغلات التي ليس له حاجة بها وهذا لا يتعارض مع قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الدين النصيحة الدين النصيحة إذ ينبغي للمؤمن أن يحرص على نفسه ابتداء ويحرص على مجتمعه ويحرص على بيته ويحرص على أمته أم تنجو وأم ترتقي وأم تسمو وأن يكون بانيا للخير فيها هادما للشر ما استطاع مكثرا للخير مقللا للفساد ما استطاع إلى ذلك سبيلا فهذه الأمور كلها تعنيه ولكن إنشغال الإنسان بما لا يعنيه أي أنه ينشغل بأمر من الأمور الساعة والساعتين أو الثلاث ثم يجد نفسه أنه كان فيه أمر غير ذيبال أو غير ذيطائل كأن ينشغل أحدهم في لون سجاد المسجد لماذا هو أخضر ولماذا هو ليس أحمر أو أزرق أو لون آخر فهذا لو انشغل به الساعة والساعتين والثلاث لا طائل من ورائه ولا فائدة ولا خير يرجى ولكن لو تفكر فيما ينفع المسلمين بأنهم يحتاجون مثلا إلى الماء فلماذا لا يتم توفيره لهم لكان هذا أمرا محمودا ولكن الأمر الأول أمر غير ذيبال لو انشغل الإنسان لما لا يكون هناك مدرس للتحفيظ لما لا يكون هناك حلقات للكبار والصغار للرجال والنساء لماذا لا نعمل مشروع أو نجمع لتبرعات لماذا لا ننهض لإخواننا المستضعفين في سوريا أو في غيرها من الدول فهذه أمور طيبة يؤجر الإنسان عليها بل ما جاء الدين إلا لتهذيبها وإصلاحها وأن يقوم الناس بها ولكن أعظم المشغلات التي يراها الإنسان في شباب هذه الأمة أنهم ينشغلون بما لا يعنيهم وبتوافه الأمور وبسفاسفها أو إذا اشتعلت همتهم في العمل فإنهم يؤجلون ويؤخرون فيصلون إلى العجز وعدم الإنجاز فهذه دعوة يا رعك الله أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله جل وعلا فاعلم أن التوفيق للخير وأن التوفيق للطاعة وأن التوفيق للصف الأول أو التوفيق لحفظ القرآن أو التوفيق لبر الوالدين أو التوفيق لبناء المساجد ليس بحولك ولا طولك ولا قوتك ولا بسبب علمك ولا همتك إنما هو اصطفاء من الله جل وعلا وفضل منه سبحانه ولذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللطيف العجيب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله إني لا أحبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله إني لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالتوفيق للخير والقيام به إنما هو فضل من الله جل وعلا وامتنان ولا يتيسر للعبد إلا بتوفيق الله جل وعلا ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه كما أمركم ربكم في محكم التنزيل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنك ربنا قريب ونجيب الدعوات اللهم اخفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر اللهم مع الناسياتنا وتوفنا مع الأبرار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإهتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعرضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعانم ما تصنعون وأقل الصلاة